كلينيك غاديولوجي اليوم بعد آخر إجراء للدار في ساحة سوق الجملة القديم للمساحة ديالي 8600 ربع اللي يعود للملكية ديالجامعة آخر عمل الدار هو النجاح في إنهاء مشروع واجهات سوق الجملة الجديد اللي غي تحولوا له هات التجارة ديال المختار السوسي ولعددهم تلاتة واربعين تاجير هات المشروع اللي يكلف الجامعة 15 مليل درهم أي مليار ونص كاستطمار اليوم نجحنا فانا نقوم هات العملية جميع التجار تحولوا كانت سبعة مؤخرا كيادر نص على واحد تاجير ثم تهو الحل للقليل الحل الملف دياله على أساس أن هذك البناء سيتم هدمه نهائيا وتنظيف المكان في غضون عشرة أيام وخمسة عشر يوم على أبعاد التقدير المنطقة اليوم هي مستقبل المدينة ينزكان تم إدرجها داخل تسميم تهيئة على أساس أن ساحة عمومية مرأة بتحت أرضي مجموعة ديال المرافق مجموعة ديال الفناديق ومجموعة ديال المشاريع الكبرى اللي ستعطي قيمة موظفة لمدينة تنزكان داخلها في طار تجديد الحضر لهذه المدينة اللي عاشت مجموعة ديال النكابات وواحد تاريخ اللي فيه مجموعة ديال المشاكين أكيد نارض المركز اليوم المساحة ديته قريب سبعة الهكتارات هي قيمة موظفة كبيرة جدا للساكنة وكذلك المدينة ما غاديش نقول له مشاريع محددة بعينها ولكن هناك مشروع متكامل كيستجب لما هو اقتصادي ما هو تجاري ما هو اجتماعي ما هو فضاء اللي غا تستفد من الساكنة بجميع المكوينة ديالها نتمنى وأن هذا المشروع يخرج الوجود في أقرب وقت ممكن لك نقوله اليوم بأنه الفين وفين 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 هي سنة بداية دراسة دخل هذا المنطقة بعدما تحرير الباقي في الأرض دراسة دخل الفين وفين 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 نكون نشرع نافت نفيد هذا المشاريع ليعتقد مشاريع كوبراء للقيمة ديال السلطة الماضيينة ستتزاوج 300 مليون ديال درمكة تزاوج 30 مليار هذا شرع واعد هذا هو الزقل جديد اللي كان يطمحوا له كسياسيين وكمسؤولين منتخبين بلاد المدينة اللي كان يطمحوا له الساكنة اللي كان يطمحوا له السلطات الإقليمية والمحلية كما قلت بالوصول للنقطة الأخيرة داخل هذا المساحة الأرضية كان في عمل كبير اللي قم به السيد العامل على عملت الزقلية من اللول كذلك المجلس الجميع بجميع المكوينة ديالو السلطات المحلية وهنا لا بد أن ننويه بالتضامن العمل الكبير لضروا التشجار والتوافق ديالها معهم كمجلس وقدرنا نخرج هذا المشكل هذا ونخرج هذا الانتقال بطريقة سليسة اللي في آخر المطف الجميع مستفيد استفدت المدينة واستفدت التاجير وفي آخر المطف كان نقوله دائما لا نبحث عن المصلحة العامة ولا شيء غير ذلك تصور اليوم نحن كنا نعلم كتعرفين انزجا عندنا مشكلة المرابطة كان مربط تحت أرضي بمساحة كبيرة جدا كان ذلك ساحة عمومية اللي ستجود لمساحة للابعاد لا يكتارات كان تصور على أنه يكون شبيل جابع الفنا هذا تصور فقط أولي ولكن كنا على يقين بأن مكتب الدراسات والمختصين هما لغاعت هنا تصور يليق يلائم تصور مدينة انزجا مدينة انزجا لها خصوصية خاصة مدينة عندها تاريخ مدينة تاريخية مدينة تجارية مدينة اقتصادية أكيد بأن المختصون والأسادي مكتب الدراسات سيأخذوا بعض الاعتبار هذه الإمكانيات ويحاولوا يوضعها فعيلة لمكتب داخل هذه الساحة وكما كانوا من كانوا سبعين ألف مئة مربع رأي مساحة مهمة جدا داخل مجال اقتصادي مجال حضاري رأي نتحدث عن الملايار الملايار ديال السنتيمات وملايين ديال الدرايم نتمنوا أن اليوم ما كينش خوف على هذه المنطقة بحكم أنها مدرجة قانونيا داخل تسميم تهيئة يعني لا خوف عليها من الاستثمار الخاص ولا من الطرامي ولا من أي شيء اليوم هي فضاء اللي بغيت تأكد من هذه المعلومات كينا في تصميم تهيئة هي فضاء اليوم اللي فيه مجموعة مرافقة طرفة اقتصادية جميعية مساحات خضراء اللي تستجيب الحاجة للمواطنين واللي هي أساساً المواطنين كي طلبوا بها نحن كنقول له هذه الخطة بلاش نتجنبوا الشبهات ونحيدوا اللبس وننخليوش الأخبار الزائفة ولا الأخبار الكاذبة أنها ترجبة في الساكينة ونأكدوا اليوم أن اليوم كمسؤول على هذه المدينة مسؤول سياسي على هذه المدينة نقول بأن اليوم ساحة السوق الجميل القديم هي ساحة التي ستجب الجميع لإحتياج المواطنين في جميع تقافي اجتماعي رياضي واقتصادي في أخير المطف المترجمات لكثير وإذا نحن حتى بخير المطف لإحتياج المطف من الجميع أن ترجمة